وش رايكم الشباب طيب حنا شفتم انتم الان الاصابة ها اذي سلامات وش اللي فيه طيب لاحظوا معناه شباب في مثل هذه الاصابات جاب الله الاصابة هذي خلنا نضعها عنكم يا شباب سلامات الامير سلامات طيب خلونا نطبق عملي وش رايكم شوفوا مثل الرعاف اذا جاء زميلكم معه رعاف اول حاجة زين اغلاق اغلاق الانف في منديلة شباب عندكم هنا عطونا عطونا منديل طيب خلنا شوف اول حاجة زين يجلس اذا كان واقف اذا كان واقف شو نسوي اغلق فمك الفتح الولة والثاني لا كل واحدة اغلقها بالحالة كل واحدة بالحالة اول حاجة اذا كان واقف اللي فيه رعاف شوف فيه اغراض على الطاولة هناك شبها اول حاجة اذا كان المرعف واقف اجلسة بعد ذلك طبعا لا الجلسة يكون مثلا جالس طبيعي ومرتاح بعدها الاغلاق اي مرعف دائما يغلق خشمة صح ولا لا يمسكها اذا اغلقناها بالقطن او بالمنديل النظيف احرص قدر الامكان ليأثنيه للامام زين جدعة ثم فتح مجرى التنفس ثم اضع كماده لو كيس الكيس العادي عطونا مثلا موية الصحة الصغيرة ذي اذا ما فيه الا مثل هذه الماء الصحة هذه زين ممكن ان يضعها بالشكل هذا واضح التبريد هو جالس التبريد هو يجعل الاوعية الدموية هو بالتحديد اللي هي الشعيرات الدموية يقلصها ويضيق مجرى هذه الشعيرات ليقل النزيف انا الآن ثانيه الامام فاتح مجرى التنفس حاط كماده لي فوق الانف الجزء العلوي من الانف واضح ما هي الخطوات شوو زميلكم ما شاء الله البطل جاء حطها هنا لهنت مثلا هذه كماده جبتوها انتم ما شاء الله هذه الكماده زين هذا القطن اللي ممكن اني مثلا القطن اللي بحطها مثلا في الانف واضح شباب واش ما اللي بيعيد لي الخطوات اللي قبل شوي لي الصعافات البدائية يا ابو ناصر لانه مثلا في حال كان رعف ما راح يكون معين هنا كماده ما راح يكون معين هنا قطن طيب حنا واسوينا يوم ما لقينا كماده واسوينا مويا صحة مويا صحة انت اي كيس قدامك اي كيس لو كيس حق التموينات هذي حط فيه ماء على طول اهم شيء كون الماء ماء ليس ساخن انما ماء العادي واضح شباب ليش انا اغلق بال اغلق فتحات الانف اغلقها اولا اذا كان السبب بسبب اه دخول الهواء الساخن الذي يسبب الرعاف انه يهدأ اذا كان كذلك دخول اذا تركتها مفتوحة اه قد اترك الدم يسير ولا اعطيه فرصة للتجلد دائما في النزيف الاغلاق الضغط المباشر كذلك رقم ثلاثة قد يكون اه دخول الهواء يسبب عطاس ويفتح النزيف او الجرح ثاني مرة ما هي اسباب النزيف ما هي اسباب النزيف تفكّعنا شباب احسنت ممتاز انه يكون ضربة مباشرة مثل لي صار معنا او حرارة شمس اجهاد حراري ارتفاع ضغط او عيب خلقي في الوعاء الدموي ممتاز هذا ما يخص الرعاف طبعا بما انه جالس ليش حناني بنجلسه عشان ما دائما يصادف اه النزيف انخفاض ضغط وحالات اغماء فلذلك نحرص ان نجلسه حتى ما يغماء له احسنت اول شي وما يرعف اجلسه امتاز بعدين اجيب قطرة ومنديل احسنت ممتاز وما ستدب خشمة اقدمه شوي وارفها راس مجرد يا سيد عشان يجي مع مجرد الترفيس تمام واذا كان عندي كمادة او منديل في هموية باردة احطها انا جابتوا ما عندي اخذ القالورة او احطها على هذا طبعا احنا ما قلنا منديل في هموية لانه بتسبب لك على طول اي كيس احسنت سؤال ممتاز اذا استمر الاغلاق هذا اخليه من خمس دقائق الى ربع ساعة واحرص اني ما اطلب منه انه ما يتنخم ما يسحبها لكن اذا احس بحموضه ما عليش انه يمجها او اكرمكم الله يتفلها في حال استمر اكثر من عشرين دقيقة فلابد ان يذهب الى المستشفى من العلاجات فيه مراهم خاصة تنشط او تحث الوعاء الدم الى التقلص او انه يعمل له كي لهذا الوعاء الدموي المنجن صحيح اللي تجيه الحالة دي باستمران هذه حال هذه معناته اذا كانت تجيه بدون ضربة وبدون حرارة وبدون ارتفاع ضغط فهذا عيب خلقي لابد انه يعني تحت اشراف طبي اما اذا كان لا ما تجيه لكل سنة بسبب ضربة فيه تعالج ويراجع المستشفى ليعطاء الرعاية اللازمة لمثل حالته لان بعض الحالات لا ينوم يقوم من نوم بعض الاطفال يلقى المخده مليانة بدون ضربة بدون اجهاد بدون ارتفاع ضغط بدون شيء فهذا تكون احيانا بسبب عيب خلقي في الوعاء الدموي يعني مريض الضغط يعني عالف البعض يبقى صار لها رعاك يرفع رأس بشريكي ممتاز كل مشاعر يوم التسئيل يمكن يرجع الدم نعم من الخطأ انك ترفع الرأس للخلف لهذا يمارسه خاطئة لا لا تساعد على تجلط الدم ووقوفه بل الى دخول الدم الى الداخل طيب يا شباب اللي يجيه مغماء مفاجئ حيالا من ضربات الشمس لا ضربات الدم في حالات